السلام عليكم ورحمة الله مرة اخرى متابعي قناة دعم مدرسي اذا كانت لقاو مرة اخرى اليوم عنا وحد الفرد من فروض الدورة الثانية ديل المستوى السادس لغة العربية هنا مجموع كل شي ما شبح الفروض اللي درنا في الول ديل كل مكوين ببحده هنا عنا جميع المكوينات اذا نبدأ من شاء الله وكالعادة في صندوق الوصف اللي هو كيباليكم وحد السهم تحت الفيديو هتكليك يعني يخرج لك صندوق الوصف فيه اللين يعني الرابط ديل الفرد هذا زائد اللين ديل باقي فروض المستوى السادس الدورة الثانية زائد اللين ديل صفحة الفيسبوك ديل القناة اللي غتلقى فيها الفرد على شكل الصور وعلى شكل الفرد كذلك تنفيذ اكبر مشروع طاقة شمسية في البلاد وهو مشروع نور ورزازات الممتد على مساحة 3000 هكتار والذي يهدف لانتاج 580 ميجاوات من الكهرباء وامداد المغاربة جميعهم بالطاقة النظيفة بحسب بيانات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند اطلاق المشروع بدأ العمل في هذا المشروع في 10 مايو 2013 وتبلغ مساحة محطة نور 1 450 هكتار بطاقة انتاجية تصل الى 160 ميجاوات ويتكون مجمع كله من اربع محطات يسمح هذا التنوع للمغرب بتجربة تقنيات مختلفة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية السؤال الاول اشكو الجملة التي تحتها خط في النص اذا عندي ويتكون ويتكون المجمع كله هنا عندي توكيد معنوي كيكون بهذه الكلمات ديال كله جميعه كلا كلتا اذا كان متدنا الاعرف ديالو كيكون هو تابع لهذا اللي قبل منه عند المجمع مرفوع نديرو كله احتى هو مرفوع وهدها ضامير يعود على هاد الاسم اللي قبل منه هنا يا من اربع محطاتين لان ما نكون شو يتكون المجمع كله ولا كله المجمع كله اقترع عنوانا مناسبا للنص اذا النص كيتكلم على محطة نور نقدر نكتب محطة نور مثلا محطات نور لان الاسم ديال محطة نكتب مغرب الطاقات والطاقات المتجددة او لا مغرب الطاقات النظيفة مثلا في اطار المجال للطاقة اللي انتم فيه او لا التكنولوجيا اذا مغرب الطاقات النظيفة او لا مغرب الطاقات المتجددة لان هذا كي او لا مغرب الطاقة نكتب مغرب الطاقة الشمسية الشمسية مثلا لا تنساش هنا مغرب فان هذا عنوان بوحده انا محطة نور مغرب الطاقات المتجددة مغرب الطاقات النظيفة او لا مغرب الطاقة الشمسية ايتي بمرادف يعكفوا يعكفوا المغرب الانسان الملكي يعتكف على شي حاجة او لا يعكف على شي حاجة فانه ينكب عليها او يواضب عليها اذا اما نكتبوا ينكبوا ينكبوا او لا يواضبوا يواضي بو كنتمنى الكتابة تكون واضحة مزيان اذا خدوا دائما تليفون بالعرض ديروا الغطاسيو يعني انه قبل يدور ادوروا باشتبع لكم الكتابة مزيان امداد وامداد المغاربة جميعهم امداد اذا تزويد تزويد المغاربة ايتي بضيط اكبر هذه بسيطة اصغار مختلفة متشابهة لماذا يعكف المغرب على انشاء اكبر مشروع للطاقة الشمسية اذا نطبيل حال الامداد المغاربة جميعهم بالطاقة النظيفة اذا لامداد المغاربة جميعهم هكذا ا beste legit نحن هنا عندي توكيد المغاربة جميعهم بالطاقة النظيفة امشي لتراكب عندك جمع المؤنات السالم اضع خطا تحت جمع المؤنات السالم اذا جمع المؤنات السالم شفتوا ينتهي بالف دائدة وتاء اذا عندي طاقات جمع طاقة لوحات دراسات هذا جمع المؤنات السالم اصل بخط بين جمع المؤنات السالم واعرابه الصحيح اذا كما شفنا في واحد الفرد سابق ان نعطلنا الاعراب اذا ممكن تديروا بحلقة الاعراب حالة الرفع وش هو في حالة النصب حالة الجر انا اعطيتكم الاعراب كامل يعني وش هو مبتداء وش هو اسم انا ولا شنو كان عندنا المهم ديك الساعة مش مهم المهم هو تعرفوا وش مرفوع او المنصوب او لا مجرور كما قلت لكم بجمع المؤنة الساليم يرفع بالضمة عنده وعنده الكسرة فتحة ما عندوش اذا ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة ويجربي الكسرة الظاهرة ويرفع بالضمة هنا انا اناش كدير مثلا انا شدو جملة فيها انا الولادة وكا نكملو مكيهمناش هنا الخبر اذا ان الولادة منصوب اذا جمع المؤنة الساليم كيتنصب ولكن ماشي بالفتحة خصو الكسرة اذا رغنقول هنا انا الطاقاتي انا الطاقاتي وخا عند القسرة رغن حالة النصب لانها در اسم انا منصوب باش بالكسرة النائبة عني الفتحة لانه جمع المؤنة سالم إذا عمك ما تلقى إن الطاقات الأحفورية إن الطاقات الأحفورية مضيرات فهم هذا الاسم طاقات أحفورية اسمه مضيرات خبر ديال إن سيكون منصوب ولكن جمع مؤنات سالم ما كيتنصب شف بالفتحة كيتنصب بالكسر النائبة عن الفتحة يعتمد المغرب على الطاقات هنا عندي حالة الجر نعم مجرور لأنه هنا اسم مجرور على حرف جر الطاقاتي اسم مجرور يوجر بالكسرى بين هنا الكسرى هذه حقيقية فهم هنا الكسرى هذه النصب ماشي للجر أمشي التمرين 8 أحدد توكيد ونوعه في الجمع الآتية إذا الأستاذ هاد المرة اللي حطت الفروض كانوا بعض السهو يعني من اللي خلال إنجاز الفروض هنا الجمع المكينيش باش نحدده فينا هو التوكيد وفينا هو النوع إدياله إذن إلا أنا قلتها له هو بقي مها مقاتش بقي مازاتش الجمل إذن ملي غيزيد الجمل غادي نلبهكم في شي فيديو لغا نحطهم لكم الفرد كامل في يعني نعود نحط البيدي اف أو للصور لها الفرد في فيسبوك أو لغا نلبهكم في شي فرد ملي غا نكون كنجزو معاكم إن شاء الله إذن التوكيد إما كيكون قلنا لفضي أو لا معنوي لفضي بتكراري اللفض الطاقة الطاقة أخاك أخاك مثلا انت به انت به إذن إما بتكرار الفعل أو لا الإزم أو لا بتكرار الجملة أو لا إذن كنكروا واحد العبارة أو لا جملة هذا تكون لفضي والتوكيد المعنوي كيكون بواحد الأسماء مثلا قلنا كله جميعه بحل هذا نفسه مثلا نفسه وكيكون لاتقيم واحد الضامير رأيت مثلا رأيت قرأت القصة كلها قرأت القصة كلها هذي كل كتسمى توكيد وكيكون نوعه معناوي مثلا جاء الضيوف كلهم هذي كله رأيها توكيد معناوي إذن هذا هو التوكيد في هذه الجوة الأنواع إذن ساهلين مشيش حاجة اللي يصيبها استخرج من النص جملة مناسبة للترسمة التالية عنا فعل وفاعل وتوكيد ومضاف إليه وجروم جرور ومضاف هناك يعيقدر يلحط لكم الأستاذ يعطيكم وجمل من عنده يكتبهم في صبورهم ثم تنقلهم وتحدون التوكيد ونوعه إذن سوف نرى جملة هنا فيها توكيد في النص إحنا شوفنا التوكيد ثلاثين شوفوا هنا عني هنا المغاربة جميعهم وعننا هنا كل ولكن سوف نرى الجملة اللي كتبها بالفعل إذن سوف تكون هي هذه المسطرة يتكون فعل من الذي يتكون المجمع فاعل إذن التوكيد هو هذا كل وهو مضاف هذا الهاء مضاف إليه من حرف جر أربعي جر ومجرور محطات مضاف إليه إذن عندي هذه هي الجملة اللي كنقلب عليها أسوق اسم الآلة من الأفعال الواردة في الجدول Range طرقة إذن عندي مطرقة على وزن مفعالة مطرقة هنا عندي نظارة إما عندي منظار على وزن مفعال منظار أو لا نظارة وزن فعالة نظار نظار نظارة ثلاجة على وزن فعالة إذن إما منظار إما نظار نظارة نشوفه الآن تمرين موالي عندي هنا أتميم جدوان التالي بما يناسبه إذن اسم التفضيل الفعل وزنه إذن اسم التفضيل يصاغ من الفعل التولاتي إذن أكبر كبورة أثقل ثقولة فعل تولاتي ثقولة وزنه أفعال كذلك هنا أثقل وزنه أفعال إذن دائما بقوا تردوا البال كما كنت كنوصيكم فذلك التعليق الأول بعض مراتنا نفسي كنسهب شي حاجة أو لا كنغلط في شي حاجة أو لا شي حاجة مكان ردش لي البال ولا شي تمرين كننقصه إذن دائما بقوا تشوفوا ذلك التعليق الأول إذا كانت فيه شي شي تصحيح أو لا شي مرة كنخليه فذلك التعليق الأول الإملة أعيد كتابة الكلمات الخطأ الصحيحة إذن عندكم كلمات يخالف نطقها رسموها تنسمعوا شي حروف كننطقهم ولكن ما كنكتبهمش إذن هذا ما كنش عندنا المد هذا هذا هو الكتابة الصحيحة لكن إذن تكتب بهذا الشكل عن ما إذن هنا كنجمعها كتولي عن ما يتساءل كذلك إذن ما عندهاش كذلك ما عندهاش كذلك الألف عن جهنان ضع سطران تحت الكلمات الصحيحة إذن يعتمد داود في عمله على الطاقة الكهربائية إذن هنا كنسمع المد بالواو والكلمة كنكتبوش لطلقوش جواوات من الأحسن كنحضفه واحد الواو بحلف طاوس داود إذن عمر مثلا بالواو والكلمة كنتنطقش إذن إن الذين الذين يستعملون الطاقة الأحفورية يهددون الحياة البشرية إذن الذين هذه الكتابة الصحيحة هذه كلام الأخرى كتكون في المتنى اللذاني اللتاني اللذيني اللتيني هنا عندنا التعبير الكتابي أكتب في أحد المواضيع التالية موظفا مهارة كتابة حكاية واقعية إذن كيلي عنده كتابة حكاية واقعية كيلي عنده كتابة حكاية خيالية هو وره نفس الشيء تقريبا أصلا أنت ما تكتب جدب حكاية واقعية فأنت فقط ستكتب حكاية متخيلة غير هي فيها أحد نوع من الواقعية تقدر تكتب حكاية لكي تكون خيالية كي يكون فيها أحد نوع دي الشخص هنا يعني كتخلي الأشياء أو للحيوانات كتتكلم يعني يعني الليسان تتحكي على الليسان دي الجماد أو لكتحكي على الليسان ديال حيوان هنا في الواقعية كتكتب يعني كأن شخص حقيقي هو الذي يعني وقع لي هذا الفعل أو لديك القصة بحل بحالي أنا كينشي فروض لي فيهم أربقي عندي وحد تعبير كتابي في قصة خيالية أو كذلك واقعية المهم هذا هو الاختلاف لكين بين وحد المقرارات لجوجة المقرارات إذن غادي نجي ونكتبوه هنايا في أحد المواضيع التالية أردت مشاهدة مباراة في كرة القدم فانقطعت طيار الكهربائي بالمنزل سفرت إلى مدينتي الجديدة وعند عودتك أضعت ثمان تذكيرات العودة مهم أنا أختارك لكم هذا الموضوع الأول نكتب حكاية كان بدأ بالزمان إذن في الماضي كان حدد وحد يعني البداية شنوقع كتوقع وحد مثلا بحل وحد الإشكال من بعد كوحد العقدة من بعد كيت حل إذن هذه هي الحكاية أغلبية كتكون على هذا الشكل إذن نكتبوه مثلا في يومي الأحدي الماضي في يومي الأحدي الماضي جلست أمام التلفاز جلست أمام التلفاز في انتظار في انتظار بدء مباراة كرة القدم ما معي قد ناش كنظن كرة القدم آآ التي أنتظرها التي انتظرتها منذ أسبوع التي انتظرتها انتظرتها منذ أسبوع منذ أسبوع والتي تجمع فريقي المفضل بمنافسه إذن هذه كمقدمة لهذه القصة دي يعطينا يعني الحالة العامة عشنو عشنو كان دبا غد نشوف المشكلة اللي غد يوقع وكيفاش غد تحل الإشكال إذن غد نكتب بدأت المباراة بدأت المباراة وأنا كل حماس وأمل في مشاهدة بعض الأهداف الرائعة لفريقي بعض الأهداف الرائعة لفريقي أو لا تقول وأنا أمل في مشاهدة مثل لاعب المفضل وهو يحرز أهدافه الرائعة الرائعة لفريقي لفريقي وما هي هنا غد يوقع المشكل وما وما هي إلا عشر دقائق حتى انقطع التيار الكهربائي حتى انقطع نحاول نبدل السلو حتى انقطع شوفو شيبان شكو ليبان حسن حتى انقطع التيار حسن انقطع التيار الكهربائي وانكهر حتى انقطع التيار الكهربائي لذلك هنا وقع يا ل يا ل خيبتي يا ل خيبتي أمني علامات تعذب هنعبر هنا على أحد المشاعر يا ل خيبتي أمني هرولت مسرعا هرولت يعني مشيت كنجري مسرعا نحو أبي يأجده يقوم يأجده يقوم بإصلاح بإصلاح العطبي الذي وقع بسبب تماث كهربائي تماث سركم عارفين أمني كي يتلاق جسلك وكي يطيح الضو إذن بسبب تماث كهربائي إذن وقفت بجانبه وقفت وقف أدروا ندروا نقطة فاصلة إذن وقفت بجانبه وأنا أدعو الله أن يصلحه بسرعة ها قد عاد الطيار ها قد عاد الطيار إنه أجمل خبر سمعته ذلك إنه أجمل خبر عفوا ها قد عاد الطيار إذن إنه أجمل خبر سمعته في ذلك اليوم عدت مسرعا لمسرعة إذا كانت بنس نحو التلفاز لأجد فريقي يشن هجوما هجوما سريعا هنه هنعود شوية سريعا مش مشكلة هجوما سريعا لأنه عندما سريعا على إذن هنا يشن هجوما سريعا على مرمى الخصم على مرمى الخصم إذن هدف هدف إذن هذا راه توكيد لغضي بتكراري اللغض هدف هدف نعم إنه لاعب المفضل يحريز أول هدف في المباراة صافية عن جودة بالآخر للنهاية للقصة إذن هذه قريبا هي نهاية ونزيد نكمل وانتهت المباراة انتهت المباراة بفوز فريقي كما كان متوقعا كما كان متوقعا وعدت نحو أبي مرة أخرى هذه المرة لأشكره لأن المرة اللولة مش عنده بش يشوف وقع بش يصيب ليه الكهرباء إذن هذه المرة لأشكره على صنيعه أو على إصلاحه للعطب مثلا إصلاحه للعطب هنزيد آخر جولة هنكتب أحب كرة القدم لأنها قصة أحب كرة القدم ولكن أحب أبي أكثر إذن كنتمنا تكون عجبتكم القصة ولكم الحرية نكتب تدل فيها كما بغي يسيد تنقص تخيل القصة أخرى إذن مش عايب أنني نكتب لك لأنك لك يقول لك تكتب ليهم وهادي مك تخلي هم شي يعتمد وبالعكس لأن نحن باش تعلم نكتب تعلم بأن نقر نماديج ديال وحدين أخرين كتب لنا الناس عونونا وليدنا إذن وكنا ناخذ منهم هذوك العبارات وكنا ناخذ منهم دوك الكلمات اللي يعجبون وكنا نعود نستعمل لهم مرة أخرى إذن أتمنى لكم التوفيق في الفروض ديالكم في الامتحان إن شاء الله لمقابلين عليها وإحنا دائما في الخدمة أي سؤال أي استفسار إذن مرحبا بسئلة ديالكم والاستفسارات ديالكم بالتوفيق للجميع مرة أخرى شكرا